لم نسمح للمعتدي بالدخول إلى العاصمة أو إلى أي مدينة أخرى ونتخذ أقصى درجات الحذر بعد تنص للمعتدي من كافة التزاماته السابقة بهذه الكلمات طمأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فالسراج الليبيين خلال مؤتمر صحفي عقداه في العاصمة طرابلس تحدث فيه عن كافة التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية فعل الصعيد الأمني والعسكري أكد السراج ارتفاع عدد الانتهاكات المرتكبة من ميليشيات حفتر بشكل ملحوظ بعد القرار الصادر من مجلس الأمن بخصوص وقف إطلاق النار مؤكدا تطور الأوضاع على الأرض إلى الأفضل خلال الفترة الماضية كما أشار السراج إلى أن حكومة الوفاق تعمل حاليا على تعزيز الأمن وأصلاح وتطوير المؤسستين الأمنية والعسكرية من خلال الشراكة مع شركات متخصصة عالمية من بينها مؤسسة جونز الأمريكية والتي تم اعتماد برنامج معها بالخصوص وفي رديه على سؤال قناة ليبيا الأحرار حول جدوى الاستمرار في اجتماعات لجنة 5 زائد 5 في ظل استمرار الانتهاكات قال السراج أن لحكومة الوفاق التزامات دولية ولن تجعل من المعتدي قدوة في هذا المجال لكنها تتخذ الحذر دائما لكن نحن طبعا بنسبة لنا حكومة شرعية لها التزامات مع المجتمع الدولي واتجاه شعبنا ما يجبش أن الطرف الآخر يكون هو القدوة لنا في هذه التصرفات نحن لدينا التزامات نحترمها نتعاهد بها لكن هذا لا يعني أننا لا نأخذ الحذر والخيطة من الطرف الآخر وسنرد عليه في الوقت المناسب رئيس المجلس الرئاسي عبر أيضا عن اعتقاده أن الجولة القادمة من المسار العسكري والأمني حاسمة وفاصلة بسبب استمرار الانتهاكات من طرف ميليشيات حفتر مضيفا أن استمرار عقاد جلسات المسار السياسي في ظل الخروقات لن يؤدي إلى نتيجة مشيرا إلى وجود تعثر في هذا المسار نظرا لاعتراض بعض النواب في طبرق اقتصاديا دعا السراج المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة واتخاذ خطوات عقابية بحق حفتر تمنعه من التمادي في أفعاله محذرا المجموعات التي نفذت عملية الأغلاق من المسئوليات التي ستلحق بهم بعد تنصل المعتدي منهم أمام الأطراف الدولية وعن خسائر إغلاق إنتاج النفط نوه السراج إلى ارتفاع الخسار إلى أكثر من مليار وأربعمائة مليون دولار مشيرا إلى أنه ليس من الحكمة الغياب عن المسار الاقتصادي في القاهرة ملمحا في الوقت ذاته إلى إمكانية قيام بعض الأطراف الدولية بمراجعة موقفها من الأزمة